اشتركوا في القناة 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 بما تسعى اشتركوا في القناة 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 اذهبا 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 اشتركوا في القناة 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 وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتر فتناسعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلاغ فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد فلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى لا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى فأوجست في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت للا وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أدا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أهامنتم له قبل أن آدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم استحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع المخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لم نوزرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغضر لنا خطاينا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا ولا يحياه ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاق جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جداء من تسك ولقد وحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدق يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدبكم ووعدناكم جانب الطور ليمنا ونزلنا عليكم المن والسلوخ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتغضيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله مستامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعيدي قالوا ما أخلقنا موعي ذكا بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدنا فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيك أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه آكثين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي إني ختيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من سل الرسول فنبلتها وكذلك فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسات وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر لا إلهك الذي ظلت عليه آكفا لا نحرق وانظرنه ثم لننصفنه في اليم من أسفاق إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من عرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وذرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إلا بالسمو إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إلا بالسمو إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صصفا لا ترا فيها لا تر فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت لصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع إلا من ذن له الرحمن ورضي له قولا اعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخافه المن ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحديث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيوه وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عجب لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرق وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحق فأسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرات الخلد وملك لا يبلغ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا ويخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيلا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من صرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كمهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهار ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهر لعلك ولا تمدن عليك إلى ما متنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الذنل لنفسنا هم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامره لك بالصوات واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بيناتما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذر قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اشتركوا في القناة